في مدينة بالو بأندونيسيا ودعوا أنطونيس جونافان أغونغ مراقبة حركة الطيران البالغ من العمر 21 عاماً بقي وحيداً في برج المراقبة الذي بدأ ينهار نتيجة للهزات الأرضية ليتابع الاتصال مع الطائرة حتى إقلاعها حاول بعد ذلك النجاة فقفز من نافذة البرج ولكنه توفي في الطريق إلى المستشفى متأثراً بجروحه بقي في موقعه حتى إقلاع الطائرة بعد أن بدأ البرج بالترنح وما إن تأكد من إقلاعنا بسلام حتى قفز أظنه عملاً مطولياً لقد أدى عمله بكل احتراف أنا أسميه ملاكي الحارس المنظمة الدولية للطيران المدني أطلقت على أغونغ لقاب البطل كرسوا له على شبكات التواصل الاجتماعية ألاف المشاركات مع هاشتاغ خاص به هكذا عبر المستخدمون في جميع أنحاء العالم عن امتنانهم لإنقاذه العشرات من الأرواح البشرية أحيي الأبطال الذين يقدرون الإنسانية أكثر من حياتهم قدم مراقب حركة الملاحة الجوية أغونغ حياته ليضمن إقلاع الطائرة بسلام ضحى بحياته لإنقاذ حياة الكثيرين هو بطل حقيقي إنه عمل بطولي فعلا جعلني أبكي ولكني سعيدة لوجود نفوس طيبة في هذا العالم مات وهو يساعد الطائرة على النجاة من زلزال ضرب إندونيسيا مدينة بالو هي الأكثر تضررا من الكارثة يواصل فيها رجال الإنقاذ البحث بين الأنقاط يبحثون عن القتلى والمفقودين ينقلون الجرح إلى المستشفيات بواسطة الطائرة فقد دمرت المستشفيات المحلية بفعل الزلزال ترك في المناطق المتضررة أكثر من 48 ألف إندونيسي منازلهم ونحو مليونين وخمسمائة ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية لا توجد أي مساعدات في جميع هذه المناطق لا وجود للطعام ولا للمياه الزلزال ضرب جزيرة سولوسي الإندونيسية مساء 28 سبتمبر وبعد عدد من الهزات وصلت قوتها إلى 7.5 درجة ضربت سنامي الساحل فدمرت الأمواج التي بلغ ارتفاعها 6 أمتار مئات المنازل وقتلت في مدينة بالو العشرات من المشاركين في مهرجان الشاطئ الذين لم يستطيعوا الهرب أو النجا ترجمة نانسي قنقر